وفي يوحنة واحد كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم بس أنا حاسس بدافع إني إني أركز على حتة إني إحنا كما النور العالم وصلي من قلبي إني العالم ميدخلش بيننا ما بين المسيح الرب قال أربع مرات لا يدوقونا سراجا مرة قال لا يدوقونا سراجا ويدعونه تحت المكيال مرة تانية قال لا يدوقونا سراجا ويدعونه تحت السرير نمرة ثلاثة قال لا يدوقونا سراجا ويدعونه تحت الآنية والربع قال لا يدوقونا سراجا ويدعونه في خفية دول أربع مواقف أو أربع أشياء تخلي النور اللي فينا مظهر بسرعة عشر وقت البرنامج المكيال هو المعاملات المادية مكيال تروح السوق زمان تعمل ايه تشتري بالمكيال الراجل كويس في الكنيس يصلي صلايا يعني تقول ايه ده تروح تشتري منه تتعامل معاه مديا تلاقي المكيال بتاعه مش مظبوط السرير هو النوم والكسل الانية هو انا ليعرف كل واحد منكم ان يقتني اناؤه بكرامة كمساوستان اصحاها اتنين انطهر احد نفسه من هذه يكونوا اناء فانا وانت اناء لو جسدي وميولي وشهواتي وغرائزي اطلقت لها العنان ميعودش النور اللي فيها يظهر الحاجة الرابعة لتخلي النور اللي فيها ميظهرش اللا يضوقون سراجا ويضعونه في خفية ما هي الخفية هي الخوف عشان كده يوحنة 19 آية 19 في 2 يوحنة 19 آية 38 يوسف الذي من الرامة تلميذ خفية رحت مرة ازوره في البيزنس بتاعه قلت له قال انت تلميذ يسوع قال لي بس قلت صوتك مين قالك قلت له قال لي اني قد موس قال ما قلت له بيقولش لحد واخدني في المكتب من جوا طبعا ما تخيل واخدني في المكتب جوا قال لي بوس أنا ونقود موس تلميذ بس في السر تقول له ليه يعني قال ما الزباية بتوعي يهود لو اعلنت البزنس بتاعي هيقع طبعا يا مناس سبب الخوف يا سبب ليهود ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر